هذا وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الاستقرار والأمن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية مضيفا أن بدونهما تصبح فرص النجاح قليلة جدا وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحقيق الاستقرار والأمن ضروري من أجل جذب الاستثمارات وبناء البنية الأساسية حتى لا تعيش الشعوب في دائرة من الأزمات لا تنتهي لو ما فيش استقرار وأمن في البلد محدش أبدا من الشركات دي تحيبقى مستعد يعمل استثمار يجي يعمل استثمار يعمل شركة في بلد والاستثمارات دي تدمر أو تخرب ده كلام مش هيحصل مش هتتعمل بنية أساسية للبلد دي من أصله وحتفضل البلاد تخش في دائرة من الأزمات الليها تنتهي والشعوب تفضل تعاني من ذلك فأنا بقول أول خطوة بقولها لكل من بيسمعني أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية هو الاستقرار والأمن إن عدم فرص النجاح بتبقى يعني محدودة جدا ترجمة نانسي قنقر